هل الاعتذار عن الخطأ يساعدنا في علاج الخطأ التربوي؟ الجواب طبعاً طبعاً كيف؟ وأنا أعطيتكم كم مثال في بداية اللقاء اليوم هذا الأب اللي كان يشتم أولاده ويقوله محا ميم ألف را أصلاً الطفل لما إحنا يعني أنا كأب لما أخطأ على ولدي وبعدين أقول له أعتذر أنا علمته شيئين أنا علمته أني أنا بشر ممكن أخطئ وعلمته أني لما أخطئ لازم أعتذر لكن لو أنا أخطأت مثلاً عصبت ومش الموقف والعصبية كانت غلط في هالحالة الطفل تعلم الغلط تعلم أنه هو ممكن يعصب مع أن العصبية غلط يعني النبي صلى الله عليه وسلم عاش 86 سنة عليه الصلاة والسلام عفواً النبي صلى الله عليه وسلم عاش 63 سنة عليه الصلاة والسلام يعني منين جبت 86 ما دي منين جبت بس المهم عاش 63 سنة عليه الصلاة والسلام لكنه كم مرة غضب في 63 سنة كثير من الأبحاث تقول في كل عمرة النبي صلى الله عليه وسلم غضب ثمان مرات يعني إحنا إحنا باليوم يمكن نعصب ثمان مرات يعني الأباء والأمهات صايرين اليوم كأنهم آبار بترول حريق 24 ساعة ولذلك تشوف التربية تربية مدمرة مو صحيح يعني وين ما كان الرفقه في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة وإي قضية الحوار يعني إحنا لما تصير عندنا في ذهن نهني نبي ربي تربية مثالية فتشوفون العصبية دائما مرتفعة لأن ماكو مثالية وأنا ما قاعد أشوف مثالية فلازم أعصب لكن لما أنزل التوقعات وأشوف أبنائي إنهم بشر قابلين للصواب والخطأ وما عندي شيء اسمه تربية ملائكية ولا تربية مثالية إذن معناته حتى لما يغلطون أنا راح أقبل الغلط وراح أتعامل مع الغلط بنفسية صحيحة يعني شوفوا قابل وهابيل كيف الحوار اللي صار بينهم هو شون قال له قال له قال لا أقتل أنك معدل قال قال لا أقتل أنك يعني العبارة سلبية شوفوا والعبارة شديدة طيب شون رد عليه شون قال له قال لا قال لا إذا أنت مديت إيدك تبي تقتلني أنا ما راح أمد إيدي وقتلك يعني الرد رد إيجابي الرد رد إيجابي إذن مو كل رد سلبي لازم أرد عليه سلبي مو كل شتم أرد عليه شتم مو كل إهانة أرد عليها إهانة لا أبداً ولذلك قال لا أقتل أنك لا أرد عليه قال لا إنما يتقبل الله من المتقين شوف قاعد يأسس مفهوم وهذه أخلاق القرآن يعني إذا إحنا من ربي عيالنا على أخلاق القرآن بالله شن ربيهم على أي أخلاق شكراً لكم